اشتركوا في القناة يبطع الصلاة والمرأة والحمار بين الله سبحانه وتعالى عقوبة الزينة في كتابه فقال الله جل وعلا الزانية والزانة فاجردوا كل واحد منهما مئة جلق لذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه من بدل دينه فاقتلوه احبوا اعداءكم احسنوا الى مبغضيكم باركوا لعنيكم يا ابتاء اغفر لهم لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون الله يحبك احبانا مشاهدي قناة الصخرة اهلا ومرحبا بكم معكم القص دانيال عبد المسيح في برنامج جديد من نبي القرن واحد وعشرين في هذا البرنامج سوف نتأمل معا في موضوع شائك وخطير بين الاسلام والمسيحية وهو موضوع الروح القدس يا ترى ما هو مفهوم الروح القدس في الاسلام ومفهوم الروح القدس في المسيحية احسن حاجة نرجع اليها اذا رجعنا الى القرآن في سورة الاحزاب والآية 85 القرآن هنا كان في بعض الصحابة الظاهر انهم سمعوا عن موضوع الروح القدس من المسيحيين الذين يعيشون في شبه الجزيرة العربية في وقت ظهور الاسلام فكانوا يسمعون المسيحيين يتكلمون عن الروح القدس وقوة الروح القدس وعمل الروح القدس ومعجزات الروح القدس فذهبت الصحابة الى نبي الاسلام وسألوه عن الروح القدس فقالوا له يا رسول الله ما هو الروح القدس كلمنا واشرح لنا لان احنا بنسمع من النصارى والمسيحيين عن الروح القدس فمحمد لم يكن له اي علم ولا اي ضراية بموضوع الروح القدس فغالبا ذهب الى غار حراء وانتظر ان الملاك يجي له وانه يجاوبه حتى يستطيع ان يجاوب الصحابة اللي سألوه والظهر انه ما جاتلوش اجابة كافية من الملاك طبعا هو بيزعم ان فيه ملاك بيجي له في غار حراء وبيدي له الاجابة على جميع اسئلته وكل ده طبعا فابركة عارفين انه مفابرك فبناء على القصة التي ذكرت في سورة الاسراء والاية 85 انه محمد ذهب لغار حراء فجاله الملاك وقال له الاية دي اللي نزلت عليه ويسألونك عن الروح فقل الروح من امر رب فالظهر عليه واطلخبط مش عارف هو بيتكلم على روح الانسان ولا على روح الله فالملاك قال له يسألونك عن الروح فقل الروح من امر رب ودي كانت اجابة القرآن بخصوص الروح القدس فطبعا اجابة غير شافية والسؤال اللي نسأله النهاردة من هو الروح القدس وما هو الروح القدس وما هي اعمال الروح القدس اذا رجعنا للانجيل نكتشف اجابة شافية تفاصيل كثيرة جدا عن الروح القدس وعمل الروح القدس وفيه رواية اخرى في الاسلام ان الروح القدس هو ملاك يعتقد المسلمين ان الروح القدس هو ملاك لكن في الحقيقة الروح القدس ليس هو ملاك ولا هو روح إنساني ولكن الروح القدس هو روح الله شكرا كده أطلق عليه الروح القدس الروح المقدس الروح القوة المحركة الذاتية الوجود في شخص الله وأول إشارة للروح القدس جاءت في العهد الجديد كانت بخصوص عيد الميلاد وهنا نكتشف المعنى الحقيقي لروح القدس لما جاء الملاك وقال لمريم العذراء إنها ستلد وسيحبل به فيها من الروح القدس أي بالمسيح هتكون حبلة بالمسيح وقالت مريم كيف يكون هذا فقال لها الملاك روح العلي تظللك قوة العلي تظللك والمولود المولود منك يدعى قدوس مش قديس مش قديس قدوس وسيدعى اسمه يسوع لأنه يخل الشعب من خطاة فهنا أول حاجة الروح القدس ليس ملاك لأن الملاك هو اللي قال للعذراء مريم في العهد الجديد الروح القدس يحل عليك وروح العلي تظللك فهنا الروح القدس هو الروح العلي هو الروح الله فالروح القدس أرسل إلى مريم وظل المريم وجعل مريم حبلة بالمسيح بقوة الروح القدس لذلك الملاك قال للعذراء مريم المولود منك يدعى قدوسا القدوس المولود منك مش القدس القدوس بمعنى أن هذا المولود هو الله المتجسد لأنه لا قدوس اسم قدوس حتى في الإسلام يقولوا على الله الحي القدوس كلمة قدوس تنفرد بشخص واحد وهو الله عز وجل فالمولود منك يدعى قدوس بالطبع ما فيش اتنين قدوسين ما نقدرش نقول الله قدوس والمسيح قدوس لكن بنقول إن الله هو المسيح المتجسد فالمولود منك يدعى قدوس فالآية في الكرآن في سورة آله عمران والآية سبعة واربعين بتقول قالت هنا ترجع على مريم قالت مريم ربي إني يكون لي ولد ولم يمسسني بشر فهنا سؤال نزيه من مريم العذراء طبعا القصة أخذت من الإنجيل لا أعتقد أن المحمد جاله وحي ولا حاجة لكنه أخذها من الإنجيل والإنجيل قبل القرآن بحوالي خمسمائة خمسة وسبعين سنة وده كيف جاء القرآن والإسلام ده موضوع تاني ممكن نخصص لحلقة أخرى أنه أخذ وسرق تمانين وخمسة وثمانين في المية من الكتاب المقدس ثم ماذج هذا بالخزعبلات الإسلامية وبالأمور الشيطانية وبأمور الجن وبأمور الجنة اللي فيها نساء وأنهار وخمور وهذا ما عضه الله للمحسنين والمؤمنين أليس ده جزاء الإحسان فده موضوع تاني لكن خلينا نركز على قالت ربي العذرة مريم كيف يكون لي ولد ولم يمسس نباشا فهنا نكتشف أن الملاك ليس هو الروح القدس الروح القدس هو الروح الله إذا جئنا للإنجيل نكتشف أن المسيح قال لتلاميذه بعد قيمته قبل ما يصعد قال لهم إيه وفيما هو مجتمع معهم أوصاهم أن لا يبرحوا من أرشليم بل ينتظروا موعد الآب الذي سمعتموه مني لأن يحن عمد بالماء وأما أنتم فستتعمدون بالروح القدس ليس بعد هذه الأيام بكثير فالمسيحين هلوم يا جماعة يا تلاميذي يا حوريون بحسب لغة الإسلام انتظروا موعد الآب لأن الروح القدس سيحل عليكم وتتعمدون بالروح القدس وبعدين الآية تقول يكمل الآية اللي بعدها المسيح ستكونون لشهودا ما تحلى عليكم الروح القدس تكونون لشهودا في أرشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض ده في سفر الأعمال صحح الأول والآية أربعة وتمانية إذن الروح القدس هنا هو قوة الله التي تحل على التلاميذ وتجعل منهم شهودا للإيمان شهودا للمسيح وأيضا نقرأ عن الروح القدس في سفر التكوين الإصحاح الأول في العدد الثاني أنه كانت الأرض خاربة وخالية وعلى وجه الغمر الظلمة وروح الله يرف على وجه المياه فهنا نكتشف أن الروح القدس روح الله كان يرف على الأرض حيث كان الخراب وحيث كان الغمرة وحيث كان الظلمة كان يرف روح الله ثم نشوف أن الروح القدس كان يملأ التلاميذ زي ما قلنا المسيح اللي هنف أعمال واحد والآية اربعة وتمانية لكنكم ستنللون قوة متحل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا في أرشليم وفي كل اليهودية وإلى أقصى الأرض فالروح القدس أحباي هو قوة الله قوة الله على التغيير نشوف الروح القدس حل على العذراء مريم فبقت حبلة بالمسيح الروح القدس حل على التلاميذ فصاروا أتباع المسيح وأقوياء يشهدون باسم المسيح ويقفون أمام التحديات وأمام اليهود وحقد اليهود وحقد الرومانين والإسود الرومانية وكانوا يلقون في السجون لكنهم كانوا بقوة شديدة يشهدون عن المسيح ويقول عنهم سفر الأعمال أنهم ألبوا ألبوا الدولة الرومانية واليهودية عقبا على رأس أو رأسا على عقب فتنوا المسكونة فتنوا المسكونة لم يستطيع أحد أنه يجعل هؤلاء الاثنى عشر وأتباعهم الذين أمنوا عن طريقهم أنهم يصمتوا فجاء أقصى من 3000 نفس للمسيح فأول وعظة وعظها بوتروس ليه لأن بوتروس كان ممتلئا من الروح القدس فالروح القدس ليس ملاكة الروح القدس هو روح الله الملاك قال للعذراء روح العالية حيظل للك روح القدير وهو ده اللي خلت تبقى حبلة بالمسيح روح القدس نزل على التلاميذ عمدهم الروح القدس كان يرف على الأرض وأجرى تغييرات عجيبة في الأرض الله استخدم روح القدس في تغيير شكل الأرض زي ما رينا الآية في سفر التكريم صاحب الأول والآية الثنين كانت الأرض خاربة وخالية وظلمة روح القدس كان بيرف روح الله وجعلها جميلة وصالحة للسكن وجميلة وخلق الأشجار والأنهار وعمل السماء والأرض والنجوم وجعلها من أروع أعمال الله لذارة إن الله قال في تكوين واحد والعدد واحد وثلاثين وراء الله إن كل ما عملوا فإذا هو حسن جدا طيب الروح القدس يغير الروح القدس يشكل الروح القدس يولد قوة في داخل الإنسان ثم نكتشف إن روح القدس هو موعد من الآب المسيح قال للتلاميذ قال لهم لأن الآب نفسه يحبكم لأنكم قد أحببتموني وأمنتم إني من عند الله خرجت إذن الله بيحبنا الله الآب يحبك يحبني فأرسل روحه ليسكن في داخل وهذا ما حدث مع الحواريون في يوم الخمسين يقول الكتاب ولما حضر يوم الخمسين كان الجميع بنفس واحدة وصار بخت من السماء صوت كما من هبوب ريح لحظوا الحتة دي صار بخت صوتا من السماء كأنه صوت هبوب ريح عصفة وملأ كل البيت حيث كانوا جالسون بالكلم على التلاميذ فالروح القدس هو روح القوة روح الغلبة وروح الانتصار وده اللي أعطى التلاميذ أنهم يكونوا شهود للمسيح وسرنوا ورقموا تحطوا في القيود ماتوا قتلا بالسيف طاقوا في جلود غنم وجلود معزة معتازين مقربين وهم لم يكن العالم مستحقا لهم كانوا تأهين في براريو وجبال ومغاريو شخوق ولكن الله أعطاهم النصرة وبفضل الروح القدس الذي حل على التلاميذ نحن الآن نمتلك الإنجيل بدون الروح القدس ما كانش فيه إنجيل يجلنا ويبقى بين آيدينا لأنه ما كانش فيه يبقى تلاميذ حواريون للمسيح ثم عايز أقول لكم كمان إن الروح القدس أيضا ابتدأ يتحرك ويسود على آخرين من التلاميذ مثلا في سفر عمل الروح 19 1 2 فحدث فيما كان أبولوس في كورونسوس إن بولوس بعدما اكتاز في النواح العالية جاء إلى أفسوس فإذا وجد التلاميذ قال لهم حال قبلتم الروح القدس لما آمنتم قالوا ولا سمعنا إنه يوجد الروح القدس هنا بيفكروني بالآية ويسألونك عن الروح القدس فقلوا الروح من أمر ربي ما كانوش اليهود دول اللي أمنه ما كانوش سمعوا عن الروح القدس زي المسلمين ولكن بولوس الرسول تتكلمهم عن الروح القدس وهنا يكتب الوحي المقدس ولما وضع بولوس يديه عليهم حل الروح القدس فطفقوا يتكلمون بلغات ويتنبؤون وكان جميع الرجال نحو إذن عزيزي المشاهد الروح القدس انتقل من التلميذ طبعا هو ما سبش التلميذ لكن التلميذ كان عندهم سلطان إنهم إذا وضعوا أيديهم على المؤمنين الروح القدس يحل ويمتلك هؤلاء المؤمنين كما امتلك الحواريون أحبانا المشاهدين إن خطة الله هي خلاصنا خطة الله هي خلاصنا لذلك أرسل الروح القدس إلى العذراء مريم لكي تحبل بالمسيح الذي جاء ومات عوضا عنه ودفعت من خطيانا على الصليب الروح القدس المسيح بعتوا وارسلوا إلى التلميذ ولما حل عليهم غيروا وفتنوا العالم وأوصلوا الإنجيل إلى يومنا هذا في نهاية الحلقة عايز أقولك يريد تسأل الله أن الروح القدس يأتي عليك ويحل عليك لأنه روح القوة روح التغيير روح الفرح وروح السلام قلوا يا روح الله تعالى إلى قلبي وحياتي غيرني شكلني اصنع مني شيء جديد غيرني يا رب إذا صليت الصلاة معايا أنا أؤكد لك الروح القدس سيجي لك ويملك في حياتك روح الله العظيم الروح القدوس وتصير إنسانا مشابها للمسيح ويقول الكتاب المقدس إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة الأشياء العتيقة قد مضت هو ذا الكل قد صار جديدا رب معكم وإلى اللقاء في حلقة خادمة من برنامجكم نبي القرن 21 والله لقد جدتكم بالذبح ومرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ورسول ذبح ذبح يقطع المرأة ثلاثة يقطع الصلاة صلاة المغرية ثلاثة الكلب والمرأة والحمار بيّن الله سبحانه وتعالى عقوبة الزينة في كتابه فقال الله جل وعلا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلد لذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما من بدل دينه فاقتلوه أحبوا أعداءكم أحسنوا إلى مبغضيكم باركوا لعنيكم يا أبتاء اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون باركوا أعطائم باركوا أعطائم شكرا للمشاهدة